اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لنقلبون اشتركوا في القناة غريب ماذا حدث؟ احد الاطارات انفجر انزلوا حتى اتمكن من رفع السيارة وتركيب الاطار البديل فليخرج كل منكم مماء من نقود في صمت ولا داعي للمقاومة حتى لا نضطر إلى قتلكم اخرج ما معك من نقود حاضر حاضر انا سائق حافلة كل ما معه ونخصة قيادتي وأوراق الشخصية وهذه ايضاً اوراق شخصية ام اوراق مالية اعطني ما معك من نقود وإلا وأنت أيها الغلام هل معك نقود؟ اوصيك بتقوى الله والصدق في قولك وفعلك مهما كلفك الأمر تكلم يا ولد هل معك نقود؟ نعم كم؟ ألفان كم؟ ألفان؟ لا شيء هل تسخر مني يا ولد؟ سأقتنق أقسم لك أن معي ألفي ورقة نقدية أين تخفيها؟ لقد فتشتك ولم أعثر على شيء أين تخفيها؟ أنت ولد عميد ويجب أن نأخذك إلى زعيمنا والويل لك كل الويل إن كنت تكذب علينا أحضروهم إلى زعيمنا أسرعوا أسرعوا إذن أنت تزعم أن معك ألفي ورقة نقدية أنا لا أزعم بل أقول الصدق حسناً إن لم تخرجي النقود التي معك قتلتك عجباً ما الذي جعلك تعترف ببساطة هكذا أن معك كل هذه النقود رغم أن كل رفاقك أنكروا أن يكون معهم أي نقود الوفاء بالعهد لقد عاهدت والدي أن لا أكذب أبداً ولو ضاعت نقودك ولو ضاعت حياتي أيضاً يا لها من أخلاق نبيلة تلك التي تجعلك تفي بعهدك مع علمك أنه سيعرضك للخطر طفل صغير يعاهد والديه أن لا يكذب ويفي بعهده مضحياً بكل هذه النقود وربما بحياته وأنا قضيت عمري كله لأفي لربي بعهد واحد وكل حياتي لصوصية وسفك دماء وغدر الله غفار لمن تاب أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أشهد الله وأشهدكم أيها الحاضرون أني قد تبت إلى الله تقبل الله توبتك وغفر لك ما مضى أعيد لهم كل نقودهم وأصلح لهم سيارة هكذا تكون بداية التوبة الصحيحة إعادة المظالم إلى أصحابها الوفاء بالعهد من صفات النفوس الشريفة والأخلاق الكريمة يعظم صاحبه في أعين الناس قال الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ومع معنى الوفاء بعهد الله في هذه الآية الوفاء بالعهد صفة من صفات المؤمنين ذوي الألباب وأصحاب العقول وعهود الله هنا هي الأوامر والنواهي والفرائد التي أمر الله بها عباده في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وبالتأكيد تجنب جميع النواهي التي نهى عنها الله حتى لا يقع الإنسان في المعاصي نعم أعرف آية في أول سورة المائدة تتحدث عن الوفاء بالعقود وهي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فهل العقود هنا بمعنى العهود قال بعض المفسرين أن المقصود هو كل ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وتمليك وغيرها من العقود التي أقرتها الشريعة وكذلك ما عقده المرء على نفسه لله من طاعات كالحج والصيام والنذور وغيرها وماذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير من عدم الوفاء بالعهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم في رعاية الله يا رفاق رحبتكم السلامة في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر